معنا مديت مؤسسة اليوم بوع سيدة نيكول نعمة موجودة معنا للمرة للمرة بي ألايف للمرة السادسة ولكن لوك هو للمرة 12 أهلا وسهلا فيك يا عطيبا ألف عافية على التزام وهالمسابرة وبعدين هالكاريزما يلي عم تخليكم تجمعوا كل سنة ناس أكثر من سنة ما بعرف إذا بعد فيه جهد يعني أكيد فيه جهد للتنظيم بس ما بعرف إذا فيه جهد للجذب بقى الكاريزما هني كاريزما شبيبت اليوم بوع بنهاية هني عند الأحلى كاريزما هي اللي عم تجلب الناس كده ليتها وأنا برأيي يلي بيجي مرة على الوقف اليوم بوع عم يجي دايما لأنه بيحس حاله عنده مع الجامعية يعني مفوا بتفوتي علقتي يعني عقد ما شبيبت اليوم بوع بيعطوكي مصدر فرح وقوة ومشين هيك بيحس حاله أنه عندنا واجبيت أخلاقي وإنسانية وكل سنة نجي ندعم مركز اليوم بوع بصير يعني موعد كمان عدول افتتاح الصيفية افتتاح النشاطات بيكون معكم والإفتاح رح يكون بعشر الشهر إذا قال الله راضي الأحد القادم مثلنا هو دايما بيكون يا أول أحد يا تاني أحد من أيار بنفتتح في صيفيتنا ونعزم كل المجتمع مشين تشارك معنا ويمسك إيده وييد شبيبت اليوم بوع ويدعم قضيتنا بقال إذا قال الله راضي الأحد ساعة تسعة ونصبي مجمع فقد الشهاب مثل العادي كل نصر تعرف اليوم بوع بس للي عم يشوفنا لأول مرة نرجع نذكرهم شوي أوكي اليوم بوع هو مؤسسة تهتم بالشبيب اللي عنده احتاجات خاصة فكرية يعني يلي عندهم مصابين بإعاقة عقلية السنة في شي جديد لحكبروني أنه نحن ابتداء من الموسم الجديد لحنبالش ناخد طلبات جديدة للولاد يلي عمرهم من سبع ستين وما فوق يعني بتطلع ما موعد ناخد بس 14 سنة وفوق منفتح ساكشن جديدة للأشخاص اللي ابتداء من سبع سنين السنة جي مناخد طلبات والسنة اللي بعدها 2016-2017 إذا قلرات مننقل على المركز الجديد ونبلش كمان مع الساكشن جديدة دائما الناس بتسألنا إنه إذا الدخول مجاني كيف نحن عم ندعمكم في عدة مراحة في عدة طرق صراحة أول شي الدعم معنوي لأنه وقتا بتلاقي الناس هالأدي هالأدي حبين أرضيتك ودعمينا من سنة لسنة وعمل كاتر ومثل كرة السرج هذه تعطيك كموتيفيشن كتيري تاني شي بتسهلنا أول شي للدمج لشبيبتنا بالمجتمع ولدمجهم المهني كمان مشين تتوظفوا وثالث شي عاتتنا مسؤولية أكتر أنه نحن لازم نكبر أكتر تنخدم شريحة أكبر من الناس أكيد ساهمت وأنه وراء السبونسرز اللي بدعمونا بالوقت هن اللي بيخلوا أنه هالوقت تكون مجانية للجميع وكمان بيكون فيها مردود مادة للمركز بساعدنا أنه نفتح المركز جديد همشوع الشواء السنة الماضية أو بعد السنة اللي قبلة كمان ومشوف كيف كل الشباب والصبايا وكل الحركات الكشفية والرسولية والموباء ومن كل لبنان بيكونوا موجودين ومثل اللي يعني موعد سنوي لألون وحتى الجيش كمان بيكون موجود طبعا أكيد تحية كبيرة لألون كأنه موعد سنوي بيجمعوا الأصحاب بيعمل واحد مشترك وبيقضوا نهار ممتع شو البرنامج السنة السنة التجامع بمجامعة فؤاد الشاب على الساعة تسعة ونوص بيكون في معنى الإعلامي وصديق الدايم كمان لليون بوع هو حبيب القلب توني بارود بيكون في أنيماسيون تسعة ونص للعشرة بقلب المجامعة بيكون في كيوسكيت بتعرف أكثر عن اليون بوع شو ما بدهم معلومات من بيع اغراضنا وبتعرفوا على شبيب اليون بوع منطلق الساعة عشرة أكيد البراد مع جنون underground fiesta و events and more يعني كمان لدولي أصدقاء دايمين بكل سنة بيعملوا باراد أحلى من سنة منوصل على بلدية جوني شبيب اليون بوع كل سنة مع الكوليغراف السامي الحاج عن جد بيكونوا مع الكوليغراف السامي الحاج محضرين رأسة رائعة يعني هون الناس عن جد بتنطر أحلى محطة هي دين بلدية جوني بعدين منكمل على منطقة الشير كل سنة بيكون معنا فنان بس كمان في فنان كتير بيحب اليون بوع ونحنا بنحبه كتير جزائف عطية السنة حيكون معنا إذا قلرات السنة معنين شي جديد زي دين محطة جديدة بيراجعة نحنا ورجعنا مجامعة فؤال الشاب قدام ساحة جوني لحيكون في بوديوم كمان جديد وفرقة هيكل بعلبك لح تعملنا وصلي غير شكل أكيد على طريق توزيع المي والبوزة والعصير والرأس والأغاني كله تنرجع نوصل على مجمع فؤال الشاب على 12 وربع 12 ونص إجمالا بيصير فيه انتخاب أكبر جروب شارك معنا وأحلى جروب عمل أنيميسيون خلال الوق وبينتهي نهارنا على 12 ونص بيكون نحنا قضينا نهار كتير حلو مع كل المجتمع يعني وهيكي بيكون خميرة لانطلاقة جديدة عندكم وعند كل يلي شاركوا والاتزام الحلو كمان من إن كان من الأشخاص المعروفين أو من كل الناس يلي بيكونوا كل سنة موجودين معكم أهلا وسهلا فيك فإذا الموعد هو بعشرة الشهر لكل مدعوين فإذا مفتوحة للجميع أنا هو بدي شدت سوري بدي وقفك أنه هي عن جد لكل الأعمار الناس بتفكرها أنه شي رياضي لا هي مشوي وفي عدد محطات تمشي في عدد محطات وفي تران للأشخاص اللي ما بيقدروا يمشوا الدعوة مجانية دون كل العائلة فيها تجي تشارك معنا وعن جد عن جد تعو لأنه ما تجيت وملاح توقفوا من سنة لسنة دايما حتى تعمونا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك فإذا الموعد بعشرة الشهر الساعة تسعة ونصف بمجمع فؤاد الشاب لجو بكير شوي لأنها يقف عجب كتير وقفها لأم نرجع متابعا نحن وياكم لايف خليكم